السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي العزاء اخبار مع عليكم ان شاء الله احنا النهاردة بنتكلم فيديو مهم جدا 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 لكل صنايعي مهندس مقاول وكل من هو بيفكر في مهنة السباكة التصميم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله حاجة مختلف وحاجة خطيرة بازن الرحمين. اه طبعا ده حمام اه بديقابل مشاكل كده جدا مع الصناعية مع الزينر مع الناس اللي بترسم مع المهندسين. اه في المانور اللي فيه مواسيل السباكة بيبقى في اول الباب هنا كده في وش الباب بتاع الحمام. فبالتالي ما عندهش امكانية ان هو يحط القاعدة اقلا انها تكون كده زي ما اللي كان عامل اه تصميم دي هنا في العمارة عامله في المكان دوت. فكده بيبقى تصميم بتاعك القاعدة والباب ومفيش حاجة الحمام مش متناصف معك خالص. فالاول هنتكلم في التصميم والدزاين بعد كده هنتكلم في اساسيات وفنيات السباكة اساسيات وفنية السباكة اللي ممكن تعد على اي حد ان شاء الله بإذن الله هقول لك عليها خطوة خطوة واحدة واحدة وازاي اوصل للشغل الجميل اللي معنا دوت. طيب هنا في المكان ده كان فيه تصميم فيه دزاين معمول بسري دي برسم كده يعني انا يعني كان بيقول ان هنا كده تولد وهنا كده حط في الجنب ده وهنا كده يحط اه بانيو في المضلع ده هنا كده طبعا لو بسط لشكل الحمام هتلاقيه مفيش فيه تناسك وهتلاقي الموضوع مش مش مقز منه مع حضرتك طيب محمد صلاح عمل لحضرتك تصميم بسيط جدا وحاجة عمها ودمها خفيف او 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 مع حضرتك وان شاء الله يا رب ينقول اعجابكم طبعا عندي الباب بتاعي لما يفتح هنا كده انا حاولت ان انا اتاخد مربع او مستطير حركة يفيدني فيه التولد ويفيدني في الحوض ويفيدني فيه البانيو اول حاجة حضرتك ان شاء الله الدخلة دي الدخلة دي اللي هي بتاعة الاحدة المتصميمة لك مع محمد صلاح ابو علي بيقول لحضرتك ما تشغلش بالسيادتك بالدخلة الاحدة عايزها هنا هحطها لك عايزها هنا هحطها لك عايزها فقط النوم برا هحطها لك ما تلقاش في اي مكان بازن الله وبالطريقة السليمة مية في المية وتابعونا نشوفها نوصلها ازاي بالطريقة بتاعتنا اول حاجة حبنتكلم في الدزاين حطينا هنا كده حط عملنا جلسة لتولدت السندوق الدفني بتاعي وحطيت هنا كده بانيو من الاول للاخر اصبح فيه قدام مني مصلص حركة هنا كده يعني البانيو جي بتاعي معايا اخره هنا في معايا قدامي التولدت حركة واسعة قدامي الحوض فيه قدام مني حركة واسعة وعملت حائط مستعار لجنب كله عشان اصححه ملاقيش بقى بروس داخل وخارج والشكل معايا مش لذيذ اول حاجة عملناها اني افادتنا ان الحائط دوت ما بيننا وبين الشقة اللي جميع طبعا كنباو ناس محترمة جدا عملهاك على حطة خمسة وعشرين انت طوبة واللي في ظهرك طوبة طب انت دي كسرت يا ستا محمد دي بقى في فنيات السباكة الوقت احنا عرفنا ديزاين اني احنا عملنا اش الحائط سليم مياه في الاول من الاول للاخر والحائط فوق المرايا طالح كله حتة واحدة وصححنا الجنب ونعمل هنا بيت نور كده بليد بروفيل وهنعمل هنا كده مستطيل بوكس نحط فيه الشامبهات لخدمة البانيو طيب نتكلم بقى واحدة واحدة في فنيات السباكة بتاعتنا الصندوق الدافن بيعوز جلسة 18 سنتي عشان ما خليش الصندوق نفسه 15 فانا ما بحبش اخليه بقى ظهره على الحطة على طول او لازق في الحطة ليه علشان خاطر ما يعملش اي تريح مباني ما يريحش على الصندوق بتاعي او الكلام دوت فانا بحاول اخلي فراغ بيني وبين اللي ورايه اللي ورايه اللي ورايه الناحية التالي هو بيكسر وبيخرم ما يحاولش ان هو يخرم البلاستيك بتاعي انا سيب لك كريبا هي 10 سنتي من ورا انا بس نحطت الطوبة ودخلت فيها شوية لجوه علشان بدل ما اخدت جلسة 18 سنتي اخدت جلسة 8 سنتي بالزبط انا وفرت 10 سنتي اخدت 8 جوه و 10 جوه و 8 لبرا يبقى انا وفرت مساحة معايا هنا بعد ما بلت المساحة اصبحت معايا 176 سنتي انا عند الباني مئة وسبعين سبتوها درها سنتي يمين بلات درها سنتي شمال لو مكفهوش بننحت من الحائط شوية وبيركب معايا بازن الله يسلمنا البانيو بالستاندر بتاعه طيب اول حاجة بقى تاني حاجة حضرتك في مشكلة هنا هتقابلنا الا وهي ايه ان شاء الله هنتكلم معايا باستفادة برضو ان انا عايز اطلع مسؤولة الصرف دي على برا زائد هجيب مسؤولة البلاعة من هنا بتاعت البيبة هجيبها الناحية عشان تبقى مدارية ما بين الحوض والتواليت والبانيو وهنا الحوض طب انا عايز اجل صرف الحوض هلاقي اللي اربعة بوصة قطع معايا لأ انا عندي الشرب هنا مديني مية ستة وعشرين وهدي انا خمسة سنتي تقشير هقشر خمسة سنتي بقى تصفت معايا متر وتلاتين انا عايا مسؤولة بتاعت الصرف اربعة بوصة يعني مية وعشرة يعني عشرة سنتي وعند مسؤولة الصرف واحد ونص خمسة بوصة اه خمسة سنتي وعشرة قعدة بعد خمستاشر يبقى اصبح ان انا همشي بمسورة القعدة وفوق منها مسؤولة الصرف عشان اجي اقدي الحب بتاعي هنا دي الحمد لله ربنا من علينا من فضل ان احنا قلنا نقشر ونمشي دي فوق دي واخد من هنا كده على طول مسؤولة دريك مباشر على برة واوصل لنفسي اللي برة نفيش فيها ادنى مشكلة دي كتاول حاجة قبلتنا صعوبات في السباكة اخدنا الحقب بتاعي هنا مينفعش اكسر في عمدان فامشينا على وش العمود عشان كده كده هنا في جلسة وطلعة اخدنا الحب بتاعنا البرة ومصورة الصرف اطلع معنا في النص هنا اخدنا نص البانيو هنا نص الحوض تلاتة واربعين سيبت تلاتة سنتيبلاط وحطيت نص الحوض بتاعي يبقى اربعين سنتي علشان لما جيب حوض ستين هيتبقى معايا ستين نص ستين تلاتين يبقى بقى معايا عشرة سنتي بينه وبين الحوض عشان ما يبقاش هنا واقف لازق في الحطة ودراعي بيخبط لا لا انا بقعدتك عشرة سنتي عشان نبقى واقف مستريح وعندك حرية حركة معاك طيب الحمام ده عرضه اه اتنين متر بالزبط كده هنا اتنين متر وستشين سنتي اخدنا خمسة وتمانين سنتي حط سبنا خمسة سنتي بلاط وتمانين سنتي حط اخدنا خمسة وتمانين سنتي بنيو سبنا خمس سنتي بلاط اصبح معايا عرض البنيو تمانين اتبقى معايا سعين سنتي حطينا فيها سنتر الاعدة اللي هي خمسة واربعين سنتي اكس الاعدة حطينا خلط شطفة سخن وبارد محبس خدمة الاعدة محبس اللي هو الرئيسي بتاع الكتعة الحمام ده محبس للسندوق في برضو هنا فكرة حطة صيعة كده ممكن ايه ناخد بالنا منها من الاخوة السباكين والعملة حضرتك لما بتيجي تعمل سخان واحد في المطبخ يغزي حمامين ومطبخ السخان بيطلع ست ريتر مية في الدقيقة سخنة فانت اخدتهم في خلط واحد او خلطين السخان هيسخم بس المية بتبقى قليلة ما بتكفيش اللي بياخد شاور فبالتالي يقول لك ايف المية عندك عشان قدر ياخد شاور عندي او ايف المية في المطبخ عشان الحمام يشتغل حلو في المية السخنة لأ اعوز انا كلمة انا عملت في هنا سخان واحد يخدم سخان غاز هيخدم التلت قطعة في نفس ذات الوقت عملت لك سخان احتياطي فوري في ضهر الباب هيوقف معي هنا كده حطت لك السخان بتاعي في ضهر الباب عندي عرض السخام عشرة سنتي. يا حدوة كالصددة هتوقف يبقى الباب وقف بقى السخام معاك في العالي. المحبس ده بقى مهم جدا 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 للاخوة السباكين ده اخو بالا ملنا جامد قوي. ده محبس قاطع. ليه انا حطيت محبس في المكان دوت? علشان لو السخان اللي في المطبخ مش عايز انا هنا. ما شغلش حبا مش شاور هنا معي كويس ولا ما ده الجاكوزي ولا استريحت انا في الشغل بتاعي ولا الكلام ده. عملت ايه? قفلت المحبس ده كده حضرتك. ما جاليش مية سخنة من السخان الغاز اللي في المطبخ. ركبت السخان الفوري بتاعي هنا. اصبح السخان ده احتياطي ان هو يديني حمام مصدر. والمحبس ده لما اقفله مش هيجيب لي مية بقى قاطع في النص. لو فتحت المحبس ده يبقى هنا ما فيش سخان والمية جات لي من هناك يبقى كل حاجة مختصة بذاتها. يبقى ان ده كده عملت اتنين في واحد ركبت سخان اساسي وسخان مستعار. لو انا عايز الاساسي هشغله يديني الطرق قطع ماشي. مش عايزه بقفل المحبس دوت وشغل السخان المستعار بتاعي اللي هو الفوري اللي جاي في ظهر الباب مش باين منه اي حاجة وكل حاجة كما قال الكتاب. الحد قدام مني فيه حرية حركة قدام مني. هنا في عندي متل ستة وسبعين سنتي. ماشي حاضر. هنا في عندي مية ستة وسبعين سنتي. لما شلنا سبعين اه خمسين سنتي تولد. اتبقى معاك متر وعشرين سنتي اقوم واعد فيهم والدنيا حرية معايا. شلنا الاعدة من وش الباب بقت في جوه. جبنا الشاور بتاعنا هنا عملنا له بوكس ان شاء الله ده كله هنشوفوا لايف مع بعض. عملنا صندوق هنا بوكس ان انا هحط فيه الشامبوهات. جبت لك السمارت بوكس الجميل بتاعي. هنا هنا الراس وهنا الرجل. هنا الهند شاور. الهند شاور نازل من السقف. طبعا لسه جال العمل عشان محدش يقول انتو كده وخلاص. ده السباب اللي بيملق البانيو معايا. مية. اه ارتفاع الخلات كام حضرتك في جوه البانيو. احنا سمعنا اتفاقنا وقلنا انا عندي البانيو ارتفاعه على وش الارض من القاع بتاعه. ارتفاعه على الارض عشرين سنتي تقريبا. وانا عايزة بواقف جوه البانيو الخلات يكون قدام مني. يبقى متر وعشر. متر وعشرين متر وثلاثين من على الشرب اهو. نص الخلات بتاعك المتر وثلاثين سنتي بتوعك اهو ثلاثين سنتي فوق الشرب اصبح متر وقترين. يبقى انا واقف جوه البانيو واقف جوه البانيو الخلات قدام مني هنا كده. ما لايش حد يجي يقول لك على ثمانين سنتي واوطيله لما اجي افتح. طب انا واقف جوه البانيو. هعوز اوطي وافتح ليه تبقى موضوع صعب جدا معاك. فبالتالي هيداي اجاميك جدا. الطبيعي هو مش استاندر. بس نقول الطبيعي اللي احنا ما استخدمه. انه انا واقف جوه البانيو يبقى الخلات قدام مني. مش هوطي عشان افتح انا مش نايم فيه انا عايز افتح وانا واقف. هوطي عشان افتح لو انا عملته على ثمانين سنتي او ستسعين سنتي او الكلام اللي احنا بنشوف ده كله. ان شاء الله بازن الله يا رب نقول اعجابكم وتابعونا ان شاء الله بازن الله على صفحة سباك شواطر على الفيسبوك ويقنات صباك شواطر على اليوتيوب شو قرآن